رفقت نائب رئيس الوزراء ووزير المالية أكتر فوعد حسين في زيارته إلى لندن أسبوع الماضي والزيارة كانت ناجحة ومثمرة وجلسنا مع مسؤولين سياسيين اقتصاديين وممثلين القطاع المصرفي في البلد من أجل الدعم للمملكة المتحدة للاقتصاد العراقي في خلق بيئة أفضل للعمال وبإدخال إصلاحات اقتصادية من أجل تحريك القطاع الخاص والمشكلة طبعاً كلنا نعرف أنه في العراق مع كل الإمكانيات والثربة الوطنية والموارد البشرية مع ذلك لأسباب مختلفة فصال بيوكراطية إطار قانوني جزئي أنه البيئة للعمال حسب المعايير الدولية أفضل في أفغانستان بالمقارن مع العراق وهتى نيجيريا مع كل تحدياتها ومشاكلها نيجيريا تستفيد من كل برمية للنفط أكثر من العراق بثلاث ونص أدعاف يعني مزيد من القيمة الاقتصادية من الثربة الوطنية وهذا طبعاً غير مقبول لكل العراقيين ولكل استقال العراق بما في ذلك المملكة المتحدة فنريد أيضاً أن نسعد العراق بإدخال الإصلاحات الضرورية وأيضاً لتنفيذ المشاريع آلان لتوضيح للشعب العراقيين والشراقة بين العراق وشرقائها الرئيسيين في الاقتصاد وفي الأعمال وفي التجارة والاستثمار هذه الشراكة تؤدي لنتائج ملموسة إيجابية للأرض علام فلذلك هذه الزيارة والزيارات المرتقبة إن شاء الله ستقوي هذه العلاقات بين المملكة المتحدة والعراق وسنشاهد إيجابيات نتائج ملموسة في الأشهر القادمة إن شاء الله